موسيقى اتنين سابوا بعد اه والله انت ازاي كنت مع عشراتي طيقات ازاي ويروح يقولولو يا ابني دي ما كانتش نصيبك ولا اسمتك لا لا دي لا تطاق لا لا انت مش بتاعتك خالص مش بتاعتك الست دي مش ليك خالص طول الوقت بننتقد الناس سواء الرجل او الست عارفين جوحة جوحة كده لما ايه ركب الحمار ايه ده 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 مشوار طويل نزل جنب الحمار قالك جري ورا الحمار المهم يعني جوحة مش عاجب ولا نافع عايزة اقول ان علاقات الزوجية دلوقتي بقت علاقات صعبة ما نقدرش ننكر ان هي بقت علاقات صعبة صعبة عايزة مجهود ومجهود من الطرفين عايزة حب عايزة عطاء عايزة تطحية عايزة احتواء ويمكن الاحتواء من اكبر الكوارث والمشاكل اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت لما اتنين بيقرروا ان هم يشاركوا بعض حياتهم ده بيبقى قرار كبير وعد عظيم وعد حياة انت بتبقى شريك حياتي وانا ببقى شريكة حياتك اكيد كل الحلو بنشوفه في بداية العلاقة اكيد كل التضحيات والعطاء والحاجات الحلوة بتبقى موجودة طب ايه اللي بيخلي اتنين يقرروا اللي هم ينفصلوا ده مش موضوعنا مش هنتكلم على اسباب الطلاق لكن هنتكلم برضو على يعني الشروط اللي انا حطاها لو انا عايزة ارجع لجوزي دلوقتي احنا النهاردة عندنا اتنين بيحبوا بعض خلاص اتجوزوا وبعد فترة حصل مشاكل كتيرة قوي ايا كان بقى المشاكل دي واحد جوزي بخيل يعني طول الوقت ممكن يبقى معايا بس ما بيدنيش انا حسنه بخيل بخيل مادية اتنين جوزي ممكن يبقى بخيل في المشاعر ما بيقوليش كلام حلو ويمكن خمسين في المية واربعين في المية من انهيار الزجاة او حالات الطلاق بسبب انه ما بيعبرنيش مش مهتم بيا بيقولي دايما انا دايما كلامي افعال مش كلام والست دايما طول الوقت زي ما بيقوله كده بالعامة بتحب بودنها يعني لازم تسمع كلام حلو طول الوقت انا بحب اسمع كلام حلو فبتقوله مرة واتنين وثلاثة وعشرة وهو بنسباله ان دي ستة مضمونة الضمان في العلاقة الضمان الجارانتي انا تجوزت واحدة معايا الجارانتي كده ماده الحياة انهي قاعدة جنبي مش هتسبني وتمشي احيانا الدمان ده هو بيبقى سبب انهيار الجوازة وانهيار العلاقة العاطفية ان انا ضامن اللي معايا انهي مش هتمشي أو أنا ضمنا اللي معايا أنه بيحبني ومش هيسيبني ويمشي تاية حاجة أحيانا تدخل الأهل سواء من أهل الست أهل للراجل برضو بيبقى السبب كبير في انهيار الجوازة وانهيار العلاقة طيب الأهل بيتدخلوا مشاكل طول الوقت مامته قالت بابا قال أخوه عمل أختي قالت أمي قالت ده جزء كبير في حياتنا ونقدرش نستهون به تدخل الأهل في العلاقات الزوجية تمام كمان في حاجة كمان العلاقة الحميمية ما نقدرش أبدا ننكر أن هي برضو جزء مهم وكبير في أي جوازة العلاقة الحميمية والعلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة لو هي تمام بتلاقوا العلاقة تمام أول ما نلاقي فيها انهيار وفيها خلل برضو في الآخر بنلاقي طلاق وانفصال طيب الهزات النفسية والشخصيات الغير متزنة نفسيا سواء الراجل أو الست مش بنتكلم عن الراجل بس سواء الراجل أو الست أحيانا فيه راجل قدام أهلي قدام صحابي قدام المجتمع بتاعي راجل لطيف جدا وكيوت ومحترم وجميل وكل حاجة فيه حلوة هو بيبان وش للناس ووش في البيت فهو دي برضو الشخصيات المهتزة نفسيا الشخصيات اللي دايما طول الوقت عايشة في دور الضحية ودور الضحية ده صعب لإن انت مهما ترضيه ومهما تعمليله هو عايش في دور الضحية فأحيانا كمان أدوار الضحية ولما الست كمان يعني تلبس عباية الضحية يان هربيت بقى على اللي بنشوفه وعلى اللي بنسمعه أسباب كتير قوي بتخلي الجوازة دي تنهار أسباب كتير قوي بتخلي الاتنين قرروا إنه هما يتطلقوا طب أنا وإنت قررنا إنه إحنا نتطلق وقلبنا جابنا إنه إحنا نكسر كل العشرة وكل العش والملح والعشرة الحلوة والحب واللحظات الحب الجميلة والذكريات اللي جامعتنا قدرنا وقلبنا جابنا إنه إحنا نكسرها بعد شوية يمكن الحنين يمكن الوحشة يمكن إحساس الأمان يمكن الإحساس الحلو اللي أنا حسيته وأنا معاك يمكن الولاد والبيت والعيلة إحساس العيلة ابتدت أفتقده فالحاجات الحلوة دي كلها بعد فترة لما كل الناس اللي اتدخلت ومواصل العلاقة دي بعد فترة لما بيعودوا الوحديهم هو الوحد وهي بيرجعوا يحنوا للحاجات الحلوة اللي جمعتهم أصلا في البداية فبيقرروا إن احنا هنرجع طيب في حين بقى قرار الرجوع أنا هرجع للراجل اللي أنا حبيته وتجوزته أياً كان اللي حصل ما بيننا وهو نفس الحكاية أنا ما لقيتش حلوة بعديها أنا ما حستش نفس الإحساس الحلوة بالحب والأمان والعطاء والجدعانة والدم الخفيف والست الحلوة دي اللي أنا حبيت فيها كل حاجة لما نقرر نرجع ما ها أكيد بقى مش عقل إن احنا هنرجع بنفس العيوب اللي بسببها إحنا اتطلقنا أكيد هنرجع مش هقول شروط إحنا مش بنجلد نفسنا هنا مش هتكلم على شروط إنت لازم تعمل وإنت لازم تتغيري لأ إحنا هنتكلم على أبسط الحاجات اللي تخلي العلاقة ترجع تاني أحلى ما إحنا ممكن نرجع بس أنا شايلة منك وإنت شايل مني أهلك شايلين مني وأنا شايلة من أهلك معرفش إيه 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 إلا أنت قلتي وإنت قلتي وإنت عملت وإنت هنتني إيه الحاجات اللي تخلينا نرجع بس خلاص صفحة جديدة كل القديم اتمسح ويمكن معظم مشاكلنا إن إحنا بنفضل نشيل ونشيل ونتراقم ونتراقم ونشيل ونشيل والراجل يمكن مش شاطر في حتة إنه هو يفضي كل اللي جواست يعني الراجل في دماغه إنه في المشكلة قال كلمتين اتحلت هو فاكر إن هي قامت من القاعدة هي نسي كل اللي فات لأنه هو مش شاطر في حتة إن أنا فضي أفضي الإزازة خالص أفضيها أفضيها خالص أخليها فضية لو فضيت هي هتبتدي من الزيرو النهاردة إحنا مقررين لكل ست بقي على العشرة والعشرة الحلوة ما بينها وما بين جزها لكل راجل حس إن لا إن الست دي أنا بحبها وعايز أرجع لها تاني بس عايز حياتي تبقى أحلى إزاي حياتك تبقى أحلى مع جوزك اللي بتحبيه أو طليقك اللي أنتوا انفصلتوا عن بعض القاعدة دي اللي هتعودوها مع بعض إيه اللي المفروض يحصل ناس كتير قوي بتجري على الطلاق أميال بيجروا بس عشان يتطلقوا وناس كتير قوي رجعة من حالات طلاق بس في الآخر ما بيجتمعوش في الحتة اللي في النص يا ابن الطلق يعايزين نرجع وخلاص نرجع وخلاص دي ما ينفعش نرجع وخلاص دي يعني هنتطلق مرة واثنين وثلاثة يعني لكن نرجع إزاي نرجع إزاي الصح بيقول إيه إيه الحاجة اللي نرجع عليها أو إيه الحاجات اللي نحط إدينا عليها عشان أقدر أرجع بنفس رادية بنفس مسامحة أبتدي من الصفر على أساس صح على أرض صلبة أبوقف على الأرض وأنا واثقة إن أنا هرجع للراجل ده اللي هيصني لو رجعنا كل حلقة مشاهدين هيكون معانا نموذج ناجح أو مبادرة خاصة بسيدات مصر الستة المصرية الجدعة الشطرة وكل حلقة هيكون معانا في الإنترو مبادرة حلوة وستة مصرية عاملة بصمة في حياتها يلا نشوف معا بعد ومعانا مشاهدين الأستاذة نجلاء عياد صاحبة مبادرة التأهيل النفسي للمطلقات خلاص اتطلقت نحن مش بنتكلم بقى إن هي صحة غلط مين هي خلاص دلوقتي قدامنا ست واتطلقت المبادرة دي جميلة جدا زيت بتأهل نفسية المطلقة دي إن هي بقت مطلقة وده حلوة دلوقتي في مصر نحب عندنا التخصص ده وعندنا المبادرة دي لأن كان كله كده إيه يعني إيها تطلقت ومش فاهمها بتحس بإيه وبتروح فين وراحة فين وتايها طول الوقت أستاذة نجلاء إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك أستاذة إيمان أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله كلمينا بقى عن المبادرة دي المبادرة دي لطيفة جدا ويمكن ناس كتير قوي ما تعرفش إن إحنا عندنا المبادرة اسمها التأهيل بنفس المطلقات المبادرة اسمها بداية جديدة إحنا المبادرة من عشر سنين متوجدة على أرض الواقع وكان الهدف منها بعد طلاقي أنا يعني أنا كنت وقتها مريت بصروف الطلاق وكنت عايدة أوصل رسالة إنه أنا محتاجة دعم اللي يخليني أقدر لنا أقف على رجلي إن أنا أكون حد إيجابي في المجتمع إنه مش معنى الطلاق كان فيه نظرة سلبية حنتكلم إحنا من عشر سنين يمكن النظرة اختلفت يعني شوية حاليا بس من عشر سنين كانت النظرة صعبة جدا يعني ده كان وقت طلاقي خلينا نتكلم كده فرندلي كده إحنا عاديين مع بعض دلوقت أيوة بوقتي طلاقي فحسنتي لأ اللي هو لأ يعني إزاي يبقى واحدة جديدة وده دايما إحساس كل ست في لحزة الطلاق اللي هو بالضبط أنا هرجع لورا أنا فشلت طب أنا هنجح في حياتي طب هو كان كل حاجة دايما بيبجوانا كده مشاعر كلنا عيشنا على فكرة الأجوادي أغلبنا يعني دي حقيقة مشاعر متلغبطة كده طب بداية جديدة أنا بحبها حعمالها يعني أنا مثلا أمارس هواياتي أنزل أشتغل مش هستخبه من لقب مطلقة أو أقول إن غوزي مسافر أو أنا أرملة لأنه فعلا فيه كتير جدا كان بعد كده لما انضموا للمبادرة كان ستات كتير اكتشفت فيه كتير بيخبوا يعني شايفة أن لقب المطلقة زي الأرملة زي الأنسة زي المتزوجة عادي جدا يعني عيلا ومش لازم أنا اتطلقتي بأنا فشلة ممكن يكون الشخص اللي معي اللي كان غلط ممكن يكون الظروف ظروفنا صعبة أهل يعني فيه سبع تلاف مفيش توافق آه يقول إن مفيش توافق لكن دايما يمكن إحنا كستات بنحس إن إيه ده أنا فشلت هو إحساس الفشل ده مرعب يعني فأكمل لأنه المجتمع نفسه هو دايما اللي بيحكم على استت إن هي اللي هي خربت بيتها فهي دي كات من هنا بقى كنت عايزة أعمل تغيير لنظرة المجتمع إن استت بعد الطلاق لا يا جماعة مش هي اللي بتبقى مش مش دايما هي تكون هي اللي خربة البيت فيه النظرة السلبية كمان إنه بتبقى محطة أنظار وتشكيك وحاجات كتير قوي لو استت اهتمت بنفسها وأنا دا عملتوا في المبادرة أنا بقيت أخلي فيه أستعين بمصممات أزياء وخبيرات تجميل أنا عايزها بعد ما تتطلق مش إحنا أنا مش شكاش على الطلاق بس دايما الفكرة إزاي تبقى هي فرض إيجابي في المجتمع دا كان أهم حاجة لأنها تهتم بنفسها مش مش شكعة على الطلاق إحنا خلاص هي اتطلقت يعني إحنا الدولة نتكلم فيما بعد الطلاق يا جماعة إحنا ملناش علاقة خلاص هي اتطلقت أي كانت ظروفها إيه هي اتطلقت تمام بالضبط الأفكار بقى السودوية بتاعت المجتمع بتاعنا هي ما لعنف نفسها كده ليه بعد ما اتطلقت هي دي معرفش حلوث حلوث هي الفكرة هي مش اتطلقت وحلوث بعد الطلاق هي الفكرة أنه أثناء يعني ممكن الحياة الزوجية كان فيه سراعات وفيه إساءات ممكن يكون فيه عنط وفيه حاجات كتيرة جدا فهي فعلا بعد الطلاق فيه سيدات فعلا إحنا بنقول عليهم أنه هم نوروا هي الفكرة أن هي ارتاحت من مشاكل ارتاحت من حاجات رغم أن هي حتقابلها لسه خصوصا لو هي بقى معها أطفال هي لسه بقى حاجات السيدة المصرية بتدي كل الحب وكل العطاء وكل حاجة لجزها وبتها يعني هي بتبقى آخر اختيار يعني كل الاهتمام كل العطاء كل الحب كل حاجة للراجل والولاد لكن عشان كده هي بتنور ليه لأن الرابع الاهتمام اللي هي كان بتدهوله ده ابتدت تدين نفسها عشان كده هي بتنور مش عشان حاجة تانية مش عشان بتغيزه ولا بتعند معاه الاهتمام رجع عليها هي طب أنا عايزة أقولك على حاجة نجلق كده سريعا كده بسرعة إيه النقطة اللي تخلينا أقف على رجلي يبقى واحدة جديدة بعد الطلاق نقطة والله إحنا زي ما بنقول كده إحنا ما نبصش بقى لصفحة الماضي نبعد عن المشاكل يعني إحنا حتى لو ما بيكون في مشاكل ما بين أي اتنين مطلقين إحنا بنحاول أولا إحنا على فكرة بجعنا كتير أزواج لبعض حاجة تانية أنا دايماً بقول بعد الطلاق يبقى فيه احترام وليس انتقام يعني الاثنين ما بينهم يبقى فيه احترام حتى لو خلاص يعني هي خلاص الحياة انتهت ما بينهم سوصلوا فيه أطفال ما حاولش إن أنا دايماً أدور على المشاكل ما أدورش على أي حاجة تقذيني أنا نفسياً وتقذي أولادي طبعاً بهتم بنفسي بهتم إن أنا أشوف إيه الحاجة اللي أنا عايزة أعملها هوايات شغل علاقتي بأبنائي حتى لو فكرت تتجوز مرة ثانية ما تقاش خوفاً من كلمة مطلقة وإن هي تترمي أو عناق عنداً أو كيداً إنها تتزوج سريعاً عشان خاطر يعني تكيد الطرف الآخر أو تحس إن هي لسه مرغوبة لا إحنا بنقول لها خدي وقتك وخدي راحتك وإحنا عندنا بنقدم الاستشارات الأسرية كمان يعني أي اتنين بيرجعوا بعد طبعاً إحنا معنا استشارين نفسيين يعني أنا ده بحبزه أكتر من يتواجد حد من الأهل يعني أنا بشوف إنه موجود هنتكلم لسه في الحلقة عن الأهل ومشاكل الأهل في التدخل وفي الصلح وفي كل حاجة أستاذة نجلاء أنا بشكرك جداً ومرسي جداً على المداخلة اللطيفة دي وحلو إن يبقى عندنا مبادرة اسمها بداية جديدة وحلو يبقى عندنا تأهيل نفسي للمطلقات لأن حقيقة المطلقة دي بتبقى عاملة زي بالضبط اللي هي الفرخة المتبوحة في اللحظة تطلق لكن الست جدع جلد لكن أنا بتكلم في اللحظة الانفصال بعد ما بتطلق بتبقى في حيرة هو أنا صح أنا غلط طب لو أنا كنت صبرت شوية طب كنت صبرت شوية عليه طب لو أنا كنت استحملت عيوبه شوية طب يمكن طب يمكن تفضل الست تفضل تاخد وتدي مع نفسها هو أنا فشلت طب هو أنا طب أنا عملت كل علي بس هو بيعمل وبيعمل فبتفضل الحالة دي من العدم الاتزان ولا ارتجاز يعني بتبه هي مش عارف عملت ميل يمين وش ماله مش عارف هي صح ولا غلط ولا الدنيا راح بيها على فين وإن لها يحصل بعد كده ويا طرى يا حبي تاني يا طرى طبي تاني يا طرى يبقى ربنا عوضوا علي ايه هلا يبقى في واحد تاني في حياتي يحبيني ويرعيني هلا أنا هقبضي حياتي كلها وحيدة ساحات بيبقى في ستات خايفة بس مجرد فوبيا الرعب من الوحدة فحقيقي محتاجين في اللحظة دي تأهيل نفسي للست اللي هي تعرف قدراتها تعرف حياتها كيانها تقف على رجليها تاني ازاي وده مش عيب حياة هتكمل هتكمل بس أكملها صح ولا هكملها مكسورة وغلط وليه لسه معاكم مشاهدينا على إيه الشروط وإيه النقاط مش هنسميها شروط إيه الحاجات اللي في قعدة الصلح دي احنا خلاص بنرجع زوج وزوجة اتطلقوا والنهاردة بنرجعهم لبعض إيه الحاجات اللي هنقولها واللي هنعملها عشان نرجع حياة سعيدة هادية آمنة خليكم معاكم طب أنا يا إيمان دلوقتي أنا بحب جوزي وعايز أرجع لجوزي إحنا اتطلقنا وعيشنا ذكريات صعبة وعيشنا أحاسيس جرح وعيات وبكة وحنين طب إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي لسه بنحب بعض وقررنا إن أنا أرجع أرجع إزاي يا إيمان أنسى إزاي الزكريات الصعبة اللي أنا عشتها في الجرح والانفصال والفرق أنسى إزاي إنه رحشة في واحدة غيري أنسى إزاي إنه كان قلبه جابه إنه يحبه واحدة غيري طب أنسى إزاي كل اللي أهله عملوه فيي طب أنا عايز أرجع هو السؤال هنا عايزة ترجعي؟ آه طب إسمعينا النهاردة معنا ومعاكم مشاهدينا الدكتور سامح نصر الدين استشاري العلاقات الأسرية زيك يا دكتور سامح أهلا بحضرتي كيف أن أعلم بيكي الحمد لله من الحلقات اللي أنا بحبها اللي فيها أحاسيس حلوة طبعين يعني ما فيهاش اللي هو الجرح والفراء يعني أنا عايزة أرجع لجوزي فيها مشاعر بس حلوة بركو آه مشاعر حلوة أنا بحبه طبعين بس عمل فيي كتير وجرحني وأهله عملوا فيي وقال علي ومين وفين كل الذكريات الصعبة دي إيه الحاجات اللي أنا مش عايزة أقول شروط طبعين بس إيه الحاجات اللي أنا المفروض أتكلم فيها أو ترضيني أو أحسها عشان أقدر أرجع طبعين إيمان زي الأول طبعين وحريك قلتي كلمة في الأول صح جدا مدام بحبه يعني مدام كلمة دي ظهرت خلاص واحدة عترجع لجوزي هي بتحبه أو العكس طبعا مدام بيحبه بعض عارفو يرجع لبعض الشروط عتبقى شوية حاجات كده نتفق علي الاتفاق ما نتكلمش في حاجات من اللي فاتت ماشي يعني نقدر إن احنا ما نعودش نرجع لله وراء ماشي الفترة الجايب اللي كانت ما بينهم اللي يتطلقوا فيها أو نفصلوا وعايزين يرجعوا تاني ما نعودش نحكي إيه اللي حصل فيها ما نعودش نشوف إيه مشاكلناك كتير ونقعد نتكلم فيها فده يعني أكتر أهو تبقى فيه مشاكل أكتر ما بين الراجل والست طبعا أنا إزاي هاخد ودي وأتكلم معامش أنا لازم أطلع اللي جواي طبعا لازم أطلع الكابت بقى وكم المشاعر المجهوطة والحزن اللي جوا ده صح طبعا أنا بقى إيه الستة اللي ما بتيجي تتكلم بقى وتقوله إيه أصلا أنت عملت طبعا أنت بعيدت عني وانت عملت كذا وانت سبتني سبتني أغبط دماغي في الحيطة وكنت زعلانة وشفتني عيانة ما عبرتنيش وما سألتش علي يعني عارف ما بتسدى بقى إيه هو بقى بيتخيل إن هي بقى إيه يعني بتقلب الترابيزة اللي هو بقى برمي عليك بقى كل العيوب طبعا أنا طلع إزاي اللي جواي بشكل إن أنا بيين له أنت جرحتني مش إن انت وحش زي ما حريكا قلت إحنا نفضي كل القديم ونطلع كل اللي عندنا المشاكل اللي كانت عندنا أيا كانت بقى أول للراجل والست اللي اتنين بيتكلموا وبيتفهموا مع بعض بيوصلوا إن إحنا كان كل ده زي الجرح كتا ما ينفعش إن انت تحط عليه على طول اللزق الطبي أو بلاستر زي ما بنقول لأ لازم يتنظف كويس وبعدين ساعتها خلاصها يبقى يتعالج يبقى كويس فإحنا لازم ننظف كل القديم نشيل كل الحاجات الوحشة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها ونتفق بقى على الحياة الجديدة نتفق أنمشي إزاي فيها طيب أنا أنظف القديم إزاي إيه الأدوات إيه طولز الصح اللي أنا نظف القديم بس بشكل مردي للراجل بالزبط كده أنا مبسوطة أقول إن ست وراجل حلوة دلوقتي إيه اللي يرديك راجل إنه وأنا بتكلم معاك ما تحسش إن كهرامتك متهانة وإن أنا بطلعك معيوب وإن أنت وحش أنت أسوأ شخصية في العالم بتشوف أعداد وفيها عشرة وفيها حب وإن هو بيحبه كل حاجة بس مجرد يعني أنا وحش يعني يعني أنا ما عملتلكيش حاجة حلوة خالص طب يال طب يال يعني بدون ما الراجل يحس الإحساس ده طبعا هو يعني إيه زي ما حاجة تقولي إحنا لازم ننظف كل ده زي ما اتفقنا خلاص بس هنعملها إزاي أكلمك إزاي آه هنعملها إزاي هنعملها الست دايما عارفة إن الراجل ماهما كانوا مع بعض بقى كانوا مرتبطين واتجوزين واسنين وعشرة وكذا حتى في الخطوبة حتى في الجواز فأيا كان فلما نيجي نتكلم هي عارفة الحاجات اللي هو بتدايه إيه نفتكرها بقى وإحنا بنتكلم وأشهرهم وأكثرهم فعلا زي ما حدريك قلتي الكرامة الراجل كرامته دايما يعني بالبلد كده اللي هي نقحة عليه أول يعني معتز بنفسه أول فدايما إن إحنا نخلي بقى نقول أنت عملت كذا وكذا وكذا غلط بس ممكن مثلا إيه الصوت يبقى واطي الطريقة تبقى ما فهيش أنا الكرامته يبقى بعديها بعد الحاجات الوحشة اللي أنا بقولها أنه أعملها ودي فعلا الحاجات حقيقية حصلت بعدها أقوله بس كان فيه كذا كويس بس تعالي نعالج الوحش ده هي دي الطريقة الأسكى في حل المشكلة القديمة يعني لازم الأول أقوله مميزاته يعني أنت كنت جدع في الحتة دي أو أنت لأ بالعكس ده أنت جبتلي الهدية مثلا في المناسبة دي وكنت كريم معي بس ليه الفترة اللي فاتت مثلا بالظبط أنت مش شايفني طلبت منك كذا طلب وانت رفضت مثلا هل ده عند ولا هل ده انت مثلا مش مهتم بيا بس مين اللي عندها القدر أن هي تعامل الطفل ده أن هي تعامل كده أن هي تعامل كده لا بس أنت لوقتي قلت كمان حل تاني يعني غير أن هي تقوله فيه ميزة واحد اتنين تاريس زي ما لسه بنتكلم أنت قلت لوقتي حل تاني اللي هو بتطلعيله مبررات انت لما عملت الموضوع ده بصي هي طلعت تلقائي تلقائي بالفترة ماليش الواحد شاف حياته كتير ها فعلا كلنا جرفته فبنعمل ايه طلعت منك تلقائي اللي هو فعلا أقول له مبررات أقول له ايه ده طب الموضوع الفلاني اللي حصل انت بقى فعلا ساعتها كنت ايه طب كنت متضايق طب كنت تعبان يعني إيه اللي خلاك تعمل كده معي كنت بتعند فعارفة مجموعة المبررات دي هتكبر الراجل قدامك انه هو يقول واحدة فيهم يختار وعتبقى هي الأوقع فعلا في الحالة دي أو ممكن يقولك حاجة تانية خالص ده ده انت كنت فعلا مدايقاني ده انت مش عارف حصل منك كذا هنا هيبقى العتاب اللي هو اللذيذ العتاب اللي هو المحترم بدون اهنا بدون جرح كرامات ولا اي حاجة عشان نوصل فعلا نرجع تاني زي الاول طيب في حاجات كده ايه سبايسي في حاجات كده الراجل بيكره يسمحها في قعدة الصلح ما يطقش يعني هو عارفة لو قلتي بصي هفجر القعدة وقومش زي مثلا كلمة انت طول الوقت مش شايفني انت طول الوقت انا مش على بالك ولا في حياتك اصلا ليه الست الراجل يوصلها هنهتقول الجملة ازا دي معان الجملة دي مهينة لكرامة الست جدا يافعان الجملة دي بتبقى مهينة جدا للست لحظوا حدين ليه ده وصل لدي وطبعا الاهتمام ما بيطلبش وهاتلي وردي يا ابراهيم الكلام اللي لنا كلنا متقاعدين علي ايه ودائما انت مش شايفني طب هو مفروض انا اقولها له ازاي لا ايه دايما اغلبية الستاتات بتحاول انها توصلها مش هنقول كله طبعا لكن مش هنعمم لكن اغلبية الستاتات بتحاول توصلها بشكل او باخر بتلبس بطريقة معينة بتتكلم بطريقة معينة بتحاول توضح له ان صاحبتي دي لما خرجوا ده بص كانوا بيتعشوا برة بتحاول انها توضح حوله وعايز اقولك برضو الصراحة يعني بقى اهو انا رجال اهو بس لازم نقول الصراحة إن فعلا في رجال كتير بتبقى فاهم ومتنش فاهمة ومتنش دعيب خلاص يعني دعيب بقى لا ما ينفعش الطريقة دي لكن اللي فاهم خلاص بدأ يستجيب هو ده عايز فعلا يستجيب وهو غلط ما هو هنا بقى في القعدة دي هي قعدة صلح فهو عايز يرجع لمراته فهو المفروض يستجيب خلاص أما هو هيرجع لها ازاي يعني مدام بيحبه وعايز يرجع لها فهو لازم يستجيب بس هو الراجل برضو كرامته اللي هو انت مثلا عادت شهر شهرين ما بتكلمنيش وإحنا زعلانين فييجي ولك هنا زعلان الست ما تتقبلش البعد مقابل زعل صح يعني الست تعمل فيها اي حاجة تموتها ما تدهاش فلوس ما تجبلهاش هدايا بس هي تبقى شايفاك في البيت قدامها يعني ما ينفعش تبعد عني وتقولي سأنا زعلان يعني ولما تيجي الست بقى تقوله ايه طب هو أنا ممكن نعمل فيك كده يعني في أعداد الصالح احنا كل ده في حلقات ان احنا بنتصالح عشان نرجع للمطلقين كمان لكن هل انت بقى لو انا بقى زيك كده انزل اخرج مع اصحابي وسافر مع اصحابي وعيش حياتي يقول لها ايه ده ازاي انت ست وانا راجل طب ما الاحساس ده ما فيه الست وراجل فعلا هو الاحساس ده فعلا ما ينفعش فيه انا دايما حتى بتكلم في كده ان ما ينفعش نقعد نفرق ما بين الراجل وست لا هم اللي تنزل بعض على فكرة وما ينفعش فيه المقارنة ايه ده طب ما نعمل زيك وانتي تعملي زي يبدأوا الخناقة تاني تكبر لقد احنا عايزين نهد الدنيا في الحالة دي بقى اللي احنا بنقول لحاجة بسيطة جدا ان الراجل يريد تبقى متفاهم طبيعة الست اللي قدامك زي ما قلناه الست بفاهمة تصلحوا ازاي او تكلموا ازاي لازم يقوم متفاهم وانتوا قاعدين القاعدة دي نرجع بقى للا اول حاجة انتوا قاعدين القاعدة دي عشان تصلحوا مش قاعدين عشان تتخنقوا او تقولوا لبعض عيوب بعض لا احنا هنذكر العيوب هنذكر المشاكل انت دايقتيني في واحد اتنين ثلاثة وانا دايقتك في واحد اتنين ثلاثة احنا عملنا كذا 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 لا دي دارنا الموقف ده بطريقة غلط لي عشان نوصل في الاخر ان احنا شلنا كل ده وبدأنا الحياة الجديدة الافضل بس من غير ما كل واحد يجرح التاني طيب فيه كلمة دايما بتخوف وبتوجع اللي هي لما اجي او يقعد معي زي ما يكون الستات ساعات بتستخدمها بس اكتر من رجال يعني رجالة بيستخدموه اللي هو انا جوايا حتة تكسرت كبيرة مش عارفة ارجع لك تاني زي الاول كلمة بتخوف يا جماعة يعني الكلمة دي بتخوف يعني انا مفروض اكمل صلح يعني اخد ودي معاك ولا هي انت خلاص قفلت ومش عايز فالراجل برضو هل بيحس بنفس الاحساس لان دايما نحن مسكنها زي ايه تهديد كده اللي هو ايه الحق في حتة تكسرت بس دي كلمة انا بسمعها بخاف ايوا يا كلمة فعلا صعبة جدا الكلمة تيلى جدا في حاجة تكسرت جوايا احنا مش هينفع نرجع تاني لبعض زي الاول منتفاكر ان احنا نرجع زي الاول للرجل اول الست اه يعني ايه حاجة تكسرت يعني ايه حاجة تكسرت انا ضد المبدأ مش عارف رأيك ايه في الحتة دي بس انا ضد المبدأ بتاع الكسر مايتصلحش لأ بيتصلح لأ ينفع لأ ينفع يتصلح حتى لو صبع يعني سيب بعض الرتوش الخفيفة مش هنقول بقى شروخ بقى في العلاقة ومشاكل كبيرة لأ هنقول الرتوش خفيفة دي بتروح بالوقت ربنا خلق لنا نعمة النسيان جميلة جدا اينا يعني انا متأين انا مؤمنة ان طول ما في حب طول ما في حب طب ما احنا بننسى وبنبلع الزلطة كل حاجة في حياتنا الشخصية بقى والشغل والحياة شميعنا بقى في المشاكل ما بنعديش احنا بقى يعني طب ما بيبقى في حب بردو بس الكرامة والكبر والعند بيخلوا الستة تعلى والراجل يعلى والستة تعلى وتلاقي بقى الأهل بقى الله بيولاهم بعض ايوان طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة الزبط ايهو المسأل ده ايهو الزبط تيجي بقى الأهل هفة ده خلاص هيطلعها تبتي جبتي الحتة المهمة قوي اللي جنا لازم نقولها ده الأهل وهحط جنب الأهل برضو ايه بعض الأصدقاء صحاب معينين ايوان عارفة اللي هو الحاجات اللي بتحصل لأ طبعا ما تدخلوش حد في حياتكم لأن في الآخر أنا وانت هنرجع تاني لكن الناس مش هتنسى لأ والكلام بقى الناس بدل ما بيوصلوا الكلمة الحلوة لأ بيحوروها لازم يحط شوية ملح وفلفل والبهارات المصرية بتاعتنا الجميلة فهو لازم يوصله الكلمة يعني انت ممكن تجي تقولي ايه قولوله يا جماعة ان انا هرجع له بس عندي شوية طلبات يروح هم اقلله ايه هي مش عايزة ترجع لك لبشروط بص الجملة اختلفت خالص دي بتتأمر دي بتتأمر ايه دي بتتأمر وبتقول انا مش هرجع له بعدين يطلقني ويدفع النفق ويدفع المؤخر ويدفع 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 طب يا جدعان ما هو ده كده كده أسطل لو طلقك هيعمله وده الشرع بيقول كده هو الشرع بيقول كده بل هو لا لا بص بص انت بالنسبة لك ايه دي بتتكلم وهي كمان قرفانة دي هترجع في وشينا تخيل طبعا يعني هو كرمته بقى بزبط طبعا هاعمل فيها لان هم بيوصلوا الكلام وده حاجة فينا كبشر طبيعية ان انت لما بتتكلم مع احد اكيد مش هتوصل نفس الطريقة بنفس الاداء بنفس السوق بنفس التون مش هتعرف طب تعالك هننزل الشرع كده مع كاميرا تيحكي فانا ونشوف رأي الستات والرجالة لو انفصل لو انفصلت او انفصلتي ورجعت او رجعتي ايه هي شروتك او ايه هي شروتك يا ستة اعلم شوك اللي بيسعى بالانفصال اكتر الراجل الراجل عامة لان عنده القرار اسهل وصرعة الاداء اسهل لكن الست لا الست دايما بتبقى صورة شوية وتقريبا يعني 90% تبقى الست دايما بقى فيه سبب معين ان الواحد ينفصل ولا لأ فما اتحكيتش الواحد ممكن يقوم في العام انه مثلا الست اكتر او راجل اكتر حسب المشاكل ممكن تكون بعض الاحيان الست وبعض الاحيان الراجل بس الاغلب تكون الست عادة التسع على الانفصل اكتر بيكون الست الست بتحاول تتحمل على قد ما تقدر انه ما يحصلش انفصال انها تحافز على البيت تحافز على الاولاد بعد الانفصل اللي بيبقى عايز يرجع اكتر الراجل عشان بحس في طبيعته بياخد كراراته بسرعة قوي والست بتبقى في الحاجة دي انضك شوية احست بالغلط او تسرعت بهذا الشي وندمت لانه بالاخير الست ترجع للراجل الست طبعاً يعشان خاطر لو فيه اولاد كمان اكتر بيتحدد يعني اكتر انها يعني ممكن بتضغط عليها الظروف بردك انها تفكر للرجوع يعني الراجل هو اللي بيرجع بيندم انه هو بيكون عايز يرجع اكتر بيحس ان هو ضيحة من ايده وان مش هيلاقي بقى حد يستحمله اكتر بيجي بقى بيمسك في حتة الاولاد والبيت وكده يعني فبيسع انه يرجع اكيد الست يعني عشان ده بيتها وولادها وكده وقرار الطلاق ده اول بيبقى يعني بيبقى في ساعة غضب او في موقف معين وبرجع الانسان لما بيهده بيفكره بيشوف انه كان غلطان اكيد يعني البنت او الزوجة ده طبيعيا اصلا تبقى عطوفة شوية فالاغلب يكون الرجوع من ناحيتها اللي بيشعر بالندم هو اللي بيرجع بيسعى للرجوع لانه حاس انه ندم او حاس انه غلط او حاس انه ظلم يعني لو انا شخصيا اكيد كان فيه سبب للانفصال فلو فيه رجوة اكيد لازم يكون فيه شروط طبعا ان الاسباب اللي حصلت دي احنا هنتفق ان انا مش هنكرارها تاني عشان لو هنكرارها تاني برضو نبقى في نفس المشكلة فالشروط دي هلتزم بيها الطرفين الدنيا تبقى كويسة اكيدا يبقى فيه شروط بحيث انه ما ترجعش نفس المشكلة تاني او تتكرر وانا لو لو فكرت ارجع هيبقى مثلا شروط الحاجات اللي كان بديني في الاول ما اعملهاش المفروض ما حاجاتش يرجع بشروط لان الحياة عليها وعليها وعلى الاولاد لو فيه حاجات معينة او مشاكل معينة اللي كانت مؤثرة على نفسيتي او كده طبعا لازم ان هي اشتريت ان هي ما تحصلش تاني او كده لو شايفة ان هي مش هتتحسن او كده فطبعا يبقى ارجع صعب يعني اذا كانها شروط شرعية فبيقولك كتب كتاب جديد ومهر جديد وكل جديد في جديد انما لو حاجات ودية انه مثلا انه خلاص او انا اعترفت بخطأ او هو حس بخطأ فممكن يقولك انه مش تتقرر خطأ ده تاني والكلام ده كله وحسب رغبة الترافين في الاول في اخر هي اللي بتحكمها لو هي غلطت في حاجات باشط على اهلها او اشط عليها الحاجات دي بتحصلش تاني يعني ان كان خرج بدن اذن ان كان حاجات ان كان كده كده في حاجات بحطة اساسيات لكن لو الموضوع عادي يعني او الموضوع يعني مش بيستهل شروط فاهم اكيد مش هشارك يعني لو شروط بينا وبين بعض بالود ما فيش اي مشكلة خالص ان انا ليه حدود وانت لك حدود ونتعاون مع بعض انما كورق او ان شروط فرض كده اعتقد هو لاقباله ولا هي غاملت قباله ان اتعيش مع احد من شروط يعني يعني منهم مش هيفتح المشاكل تاني والخلافات تاني مرة تانية وده ده رأي زاكي ومنهم طبعا اللي بيراعي برضو شعور الاولاد في البيت وده برضو قصة لوحديها يعني قصة الاولاد في البيت وانه بيشوفوا المشاكل خلص بقى امر واقع فانا برضو مش هنتكلم فيه كتير لانه استحالة لو قلنا ايه ان ست والراجل مش هيبانوا انهم متخنيوا قدام العيال يبقى بنتحك على نفسنا اصلا فبيبانوا الولاد بيحسوا بكل حاجة وبشوفوا كل حاجة وربنا يعيني الولاد يعني اللي بيشوفوا المشاكل وبيعيشوا الانفصل وكل الكلام ده من ضمن برضو الجمل الشهيرة اللي ادايق اي ست اي ست في قاعدة الصلح دي ما قاعدة الصلح دي يتوقي الجنة يالنار يالنار يعني على طول يجي يقول والله بصوا انا نظامي كده انا نظامي وانا نظامي دي بصوا انا نظامي كده دي خلاص الستة قراني من جوه عارفات تفتح اني باب وتخرج منه يعني انا نظامي كده لأ انا ادخل البيت بحب كده انا لما نزعل معرفش ايه ما تكلميش ومنحق اخرج مع صحابي ومنحق يبالي حياتي ومن حق وما تتكلمش وتشتكل حد أبداً تب الست دي تموت نفسها ولا تعمل؟ مش عائل بتبقى صعبة او الحتة دي وثلت الست بقى قادة بعبصله كده اه وإيه كمان حبيب قولي باب قولي باب بوص انت بتجيب الأداء صح ايوه ده لا مرفع لك انا شاطره صح هي بتجيب الحتة دي بالزبط بالزبط هي بتبقى قادة كده ومستنية عشان فيه جملة معينة هطلع عجري أخد بقية هدومي واتكل على الله ما هي الجملة دي مستفزة جدا يعني جدا جدا هو إحنا رحين برضو أصل الموضوع إيه رحين عشان نتصالح رحين عشان تعبنا الفترة اللي فاتت ونخلي بالنا قوي من الحتة دي إن إحنا تعبنا إن إحنا ما كانش عجبنا الفترة اللي فاتت فإحنا راجعين عشان أسباب كتير طبعا ومن ضمنهم الولاد فبما إن إحنا رحين نعمل كده يبقى ملاش بقى إن إحنا نتكقى أوى على الكلمات اللي هي الصعبة ما تقول للراجل بقى أنا عايزاك تقول للراجل يتكلم إزاي لا الراجل طبعا برضو يعني أنا بتكلم للإتنين على فكرة ما هو دايما الجملة دي اللي بيقولها الراجل هو كده بيحس بكرامته بالضبط اللي هو أنا ده نظامي وده وضعي للراجل بالذات خلينا نشيل كلمة شروط وخلينا نحطها في شكل طلبات الحاجات اللي بتريحني بالضبط الحاجات اللي بتريحني أنا بحب ده لكن ما بحبش ده لكن عارفى بقى اللي هو الطريقة التانية عارفى لو عملت كده تاني مش عارف إيه 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 طب ما خلاص ما طبيعي يا هتعمل كده يعتعني ديه كمان لكن لما قول طب أنا عندي مجموعة طلبات تعالي يا حبيبتي كده ونتكلم مع بعض بص يمفروض بلاش نعمل كده أنا وإنتي بلاش نعمل دي أنا وإنتي شوف أنت يا دكتور يعني قلت تعالي يا حبيبتي كده يعني شوف كلمة بس الكلمة الكلمة تعمر بيت وتخذب بيت كلمة بالزرط لكن دايما تلاقي في الخناءات حاجة غريبة فين احنا بقول الشعب بتاعنا الجميل ده يلا قولي دايما تلاقي ايه و لايه عارفة يا مدام انتي عملتي الحاجة هو انت لسه فاكر ان هي مدام ما تقولها باسمها ما تقولها يا حبيبتي مثلا تقولها اسم ده اللي عمل يعني بدل ما عارفة عارفة حضرتك عملتي ايه عارفة يا ايمو يا قلبي عملتي ايه مثلا عارفة لو تقلت كده يا ايمو يا حبيبتي و يا مش عارف ايه مثلا في الطريقة دي على فكرة هتلاقي الست بقى لا ده يعني معلومة معظم الستان هتعملها هتقوله خلاص حصل خير زي الفل لا ده الست بقى تقوله خد قلبي وخد كليتي وخد كبتي وخد ما عامله كله صحي كده ولا هو عايز تاكل ايه يا حبيبي النهاردة والموضوع يتقلب خالص ولا بقى مثلا تلاقيه بيعيب برضو من ضمن المشاكل الكبيرة اللي بتخلي فيه انفصال بعد ما يكونوا الولاد حتى كبروا يعني بيكون البيت فيه اطفال كبروا كبروا فاهمين بقى عندهم وعي في قصة القاعدة بقى قدام باباها واخوتها وبتالي قالها شفت عيالك شفت مربية ابنك ازاي شفت انت عامل شفت انت ابنك عيالك بمناسبة العيال دول ولاد مين بالضبط هي بقى الحتة دي مهمة هو ليه صحيح انت يعني الراجل مثلا في الوقت ده وساعات ستات برضو ما بص ولادك انت اللي رميه من انت مسائل فينا وهو يقول لها بص ولادك انت المفروض مسؤول عن التربية يا هانم ودائما دي طلع كلمتي هانم دي وسط لعك لازم يا هانم طب ليه يا جمع على فكرة اما ولادك انتوا الاتنين حتى لو الراجل دلوقتي معظم بتشتغل وحتى لو ما بتشتغلش طب انتوا الاتنين مسؤولين عن تربية الولاد انتوا الاتنين مسؤولين عن ده حتى لو الست اكتر شوية بشكل ومش مطالبة أن الست هي اللي تبقى مسؤولة أكتر أصلا يعني أنا نفسي أقول للرجالة لما يتعودوا في قاعدة صلح أنت يعني مش عايزة أقول لفظي إزعلوا مني أقولوا كسف على دمك اللي هو عيب يعني هي أصلا شايلة فوق الطاقة طاقين ثلاثة فأنت ما تجيش كمان تلوم عليها فوسط الناس وأهلها وأصل أنت يا عامنا طب كويس أن هي بتطبخ وبتتنظف وبتخسن موعين وبتروح الشغل وبتودي الولاد النادي يعني هي شايلة عارف لو الراجل قال لها والله يا العزيمة أنا عارف أن أنت شايلة فوق طاقتك هتقوم تولع في صواباحة تانيين يعني مولع خمسة هتولع العشرة غلابت ستات دلوقتي معظم الستات المصرية الجميلة بجد بيشتغلوا تحيث أنها خلاص شغالين سواء يعني زي ما قلت كده بالظبط طلعة من الشغل على بيت وبعدين تشتري حاجاته وبعدين تودي الولاد ده النادي والبنتين توديها مش عارفين فتلاقيها شغالة سواء عمالة تودي من هنا هنا فكفاية عليها ده فيعتبروا أن هما الاتنين فعلاً ولادكم وإنتوا الاتنين متحملين إحنا هنطلع فاصل وهنرجع بردو نكمل إيه الحاجات أو الجمل الشهيرة اللي ممكن تخرب قعدة الصلح قعدة الصلح دي مهمة جداً فيه حاجات تتقال فيه حاجات ما تتقالش فاصل هناك ولسه مكملين وأنا لسه على رأيي أن فيه جمل وفيه كلمات بتتقال في قعدة الصلح إحنا النهار ده بنتكلم على اتنين اتطلقوا ورجعين يعودوا يتكلموا ويتصلحوا عشان يرجعوا البعض تاني إحنا النهار ده بنصلح إحنا النهار ده مش عايزين البيت ده يتخرب اتنين بيحبوا بعض وأحياناً كما بينهم أطفال ففيه حاجات مدمرة بتحصل فيه قنابل بتتفجر فجأة كده في القعدة الست والراجل بيبقوش فاهمين هو أنه جايين اتصالح إحنا بنحبوا بعض وجايين اتصالح من ضمن الحاجات دي يا دكتور الأهل الأهل مثلاً بتلاقي الأم شخصيتها قوية طبعاً خلص خلص إحنا مش نتكلم تاني في الأم الغيرانة من مرات ابنها إنه هو بيحبها هو خلص طبيعية هي بتغير من أي حد ابنها هيحبه ولو حتى من الزواحف ماشية عندها عشر رجلين وبتسحف على الأرض برضو مامته هتغير منها إنه هو بيحبها أياً كان تراقي فجأة مثلاً بعد المشاكل وخلاص هو طلقها وبس خلاص أنا يعني أنا أجوزك بانتخالتك وخلص الموضوع وهي كويس على قد إيتك يمين يمين شمال شماله وإيه بلاش إيهاناته احنا مربيناها عندنا بقى وإحنا عارفينها مربيناها بيتي وبعدين في كلبة بقى ممكن يتقوله لو رجعت لها تاني ما هتبقى راجل فييجي الراجل عايز يرجع بقى لمراته دلوقتي هو عايز يرجع لمراته يرجع إزاي بقى يعمل إيه أنا عايزك تقوله الراجل ده يعمل إيه هو دلوقتي مزنوق ما بين مامته وبابا لو أنت مش راجل ده عملت فيك وبهدلتك عارف لو رجعت لها تاني هو قاعد دلوقتي بتفرج علينا بقى أعمل إيه أنا مش عارف يعمل دي ولا دي يعمل دي أو عايز أرجع لها أعمل إيه دلوقتي طيب تعالين رجحها ملقاو لو هو الراجل ده ما كانش بيحكي كل حاجة لبابا ومامته والإخواته والأهل وهكذا فبالتالي في اللحظة دي هي مش هتوصل إلى أكبرك كلمةدي في غالب يعني في الغاية الرجلة في الغالب مش هي هي التي تحكي الستات هي التي تحكي وفي رجلة وبس يعني من دوله لكن الست هي التي تتبرع وتحكي وذعلنها وتعاية وتحكي، تحكي، تحكي تطلع كل حاجة عندها ،، في الشكلات يوج Austro لا في الحالتين عند الراجل وعند ست لا بلاش نحكي كل حاجة لأن بعد لما نرجع لبعض كراجل وست هم هيعملوا ايه بقى الأهل هيفضروا فاكرين الكلام اللي حصل ما بيقولوش بيقولوه ايه معلش يا ابني دي كانت زعلانة لا ما بيقولوش كده على حسب بقى لو على هواها تقولو معلش يا ابني زعل لو هي بتحبها والعكس ناحية تانية مرضو الراجل المزنوق بقى في الوضع ده الراجل يعيني يعيني يعمل ايه بين أهل وامراته لا بصي في الحالة دي خلاص بقى حكا وقال كل حاجة وانت بقى في الحتة بتاعت لا انت ما ينفعش ترجع لها وانت مش هتبقى راجل لو رجعت وانت 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 انت نسيت كل حصل والكلام ده كله يقولوه الأهل ويخرج بقى من الموضوع ده كله بشوية مبرت ما هي خلاص احتزرت هي ما اعتزرتش يعني اصلا يعني بس يحاول نوعه يبرر يجمل الموضوع ومش عيب يعني ومش عيب طبعا يعني مش عيب يعني نجمل الموضوع خلاص هي احتزرت لو فيه ولاد يقولك طب ما خلاص عشان خاطر الولاد ما هي برضو كويس اصلها يا جماعة عملت واحد اتنين تلاتة كويس يقول الحلو بقى بتاع يبدأ يقول الحلو ماهده بقى المأذق اللي يخرج منه الراجل بزرق قدينة قلنا لك الحل تقول الحلو للست دي يبدأوا هم جده يبدأوا يسكوت شرائل يبدأوا ايه زي اي انسان طبيعي يبدأ يحط قطم عملت حاجات وحشة وهو كان متضايق وعملت حاجات حلوة خلاصها وفق له يعني احنا معنا بقى حالة الاتنين انفصلوا واتطلقوا ورجعوا بس بقى لقف فيه في الموضوع ان الست هي اللي كانت متعنتة والست هي اللي كانت شخصية وهي اللي كانت يعني اللي كده يعني قوية شوية تعالوا نشوف رجعوا ازاي تعرفت على محمد من فترة طويلة قوي كنت تقريبا حوالي عندي 17 سنة او 18 سنة تعرفنا عن بعض وقتنا بروح النادي ونتقابل وكده يعني بعدين جيت قدملي قدملي بعد حوالي خمس سنين يعني من معرفتنا ببعض قدملي وبابا وافق واتخطبنا قاعدنا حوالي سنة ونص مخطوبين وبعدين اتجوزنا قاعدنا ثمان سنين متجوزين ثمان سنين دورا بنا قرمنا وخلفنا زياد وبعدين اياد وبعدين زينا بدين حصلت بنا مشاكل ضغوط الحياة بقى مشاكل عصبية عندي مني عندي منه مشاكل كانت كتير يعني فما قدرناش نتحملها وانفصلنا قاعدنا سنتين منفصلين الفترة دية كانت صعبة علينا كلنا انا وهو والاولاد حياتنا مكنتش مستقرة وحياتنا مكنتش مزبوطة كلنا انا كنت بشوف ده طبعا دوت في ولادي وفي يعنيهم وفي كلامهم وفي طريقتهم سلوبهم متغير جدا سلوبهم متغير جدا بقوا على طول بيعياتهم من الاقل حاجة يتضايقوا من الاقل حاجة احساسهم بقى زيادة عن اللزوم مش زي بقية الاطفال ومش زي حياتهم الطبيعية اللي هم كانوا عايشين فيها فلما محمد فكر هو بصراحة هو اللي فكر ان هو شايف ده في ولاده وشايف ده فيه وشايف ده في نفسه فهو اللي فكر ان هو يلم البيت تاني والأسرة تاني ابتدل يبقى فيه كلام بيننا يعني وبعدين جابها لي كده مباشر قال لي خلاص انا شايف ان الحل علشان الولاد وده نفسه طعبانة والولاد متأثر بكذا والولاد والبنت متأثر بكذا مشاكل كده يبتدى يشوفها في الولاد ويبتدى يقول لي انا شايف ان الحل الكويس لنا كلنا انه نرجع تاني واللم البيت اكتر حاجة خليتنا متماسكين وبعد ان احنا بنحبه بعض جدا دي اكتر حاجة الحاجة التانية الولاد ونفسياتهم دايما مش مظبوطة في عدم موجود نحنا الاتنين انا ممكن اكون مرتاحة طب ابني مش هيكون مرتاحة اي حد فيه حاجات فيه صفات مش كويسة فيه صفات وحشاو صفات كويسة يعني فيه ايجابيات وفيه سلبيات في اي انسان فابص الايجابيات طب انا لما اطلق هل مثلا هتجاوز حد غيره ما هو الحد غيره ده هيبقى فيه سلبيات برضو كراجل وست انا فيه سلبيات وهو فيه سلبيات انا لازم اتحمل سلبياته عشان عنده ايجابيات تانية بتعوض وهو لازم يتحمل سلبيات عشان عندي ايجابيات تانية به اولا نجوا الاسرة كلنا كنا مبسوتين بيه ولادي كانوا مبسوتين بي جدا لان بيجي من شغله ومش عايزين ووالعايزين يخشوا يناموا وولا عايزين يسبوه يدخل يدخل حمامه يدخل قتو يدخل غيره يدومه لا ها هما فرحانين جدا بوجود بابا وستينى يعني اللي هو فأي مكان رايح الشقة في الشقة هو ماشي الولاد ماشيين وراه اللي هو إحنا فرحانين بوجودك جداً خارج يجيب حاجة من بره الولاد معي عايزين معي هم خارجين يجيبوا حاجة من تعال معانا يا بابا يعني إحساس الولاد بوجود باباهم في البيت كان فرق جداً معهم وأنا كمان إحساس الراجل إنه موجود معي في البيت ده برضو فرق معي جداً كنت مصلتة جداً بوجود إزاي بعد ما بننفصل إزاي بعد ما اتطلق أحسب غلطتي وأرجعتين يعني أعتقد ده نموذج برضو إن السيت خدت ودت مع نفسها لعلمك ده نموذج ممتاز جداً يعني هي فعلاً آه خلاص غلطنا حصل خير خلاص ما فيش مشكلة مدام عرفت أراجع نفسي وأرجعتني للصحة وأعتذر أو إن إحنا نرجع لبعض بس عرفت غلطتي إيه فده طبعاً كويس مش عيب أبداً مش عيب أبداً إن أنا أقعد أراجع نفسي وحياتي وأرجع أقول ممكن أنا غلطانة أنا انفعلت الزيادة أنا مكنتش متخيلة إن أنا طالعة وحشة بالشكل ده موين بقى كسرنا الحتة بتاعت الكبرياء اللي بتبقى عند الراجل أو الست فكده الحمد لله مدام عدينا دي واعتذرت خلاص وعرفت غلطتي للراجل أو الست برضو كده إزاي الفل خلاص تأتي بقى في وسط القاعدة قاعدة الصلح الحلوى دي يروح رايح الراجل هو كابت بقى أنت عارف الرجال بقى إيه يشوفه يصر في قلبه يعني اللي بقى يطلع طول فترة الانفصال، طول فترة القطيع، هي طبعاً عايزة تضايقه فتعمل إيه طبع تلبس بقى وممكن بادي عريان شوية قال لها ما تلبسهوش ما تنزليش مع صححبتك دي فتنزل تتصور قد إيه يا سعيدة أوي واو فظيئة يعني مهم زي اللي وقتو اللي وقت سالفي سالفي بصت أنا عمر إزاي بتايح سالفيها بتقول يجي بقى في قاعدة الصلح دي يروح جايب لها بقى كل الصور بص 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 أخوها باباها أختها بص بص يا عاملة إيه نعمل إيه بقى برضو في البند ده اللي بيبوز القاعدة يعني هو طبعاً من الأول بلاش موضوع اللي هو الحاجة التانية دي لا الله هي طبعاً عايز تخرج بس إنتي شايفة بقى بيخرج مع صحابه طول وقت للاتنين لا للاتنين يعني هو برضو بلاش بقى يطلع الرحلة بتاع تشارم اللي كان نفسه فيها بس مكسوف ويطلع مع صحابه يصطاد مع عرفش فين وتلاقي مع صحابه مبسوطة وهي مش بني قدمة برضو يعني؟ بالضبط هو كده عمال إيه غزة والعكس الناحية التانية هي برضو عمالة تلبس لبس معينة هو مش عايزه ولا مش عايف تخرج فين وصحابها معينين طبعاً تغير لون شعراء اللي هو كان عمال يتحايل عليها بس هي أنا أعملها كده عندي فيك طب يعني نقلل الحاجات دي طب عد حصلت حصلت بقى حصلت مفروض إيه اللي يحصل في القعدة دي حصل خير حصل خير نبدأ تاني من أول وجديد ولازم الرجل يبقى متفاهمين هي كان بتعمل كده عشان تغيزه والعكس والست برضو تبقى فهم أنه كان بيعمل كده عشان يغيزها لكن نفضي ده برضو وننضف الحتة دي كويس قوي ونبدأ من الأول بس ده سبب يعني قوي جداً موضوع السوشيال ميديا أي يعني ده أكبر نسب طلاق بتحصل بسبب الصور سبب السوشيال ميديا سوشيال ميديا وانترحت وانتاتت صورت وانتعملت اللايك في فلانا انت ده حلقات و حلقات والمأنني محاولت support ولا زالت بتعمل كده عشان احنا مش عارفين نستخدمها احنا مش عارفين ناخد الحلو منها وعايزين ندخلها في حياتنا غزبا عننا طيب انت شايف يا دكتور ان في قعدة الصلح خلاص اتنين طلقوا ويرجعوا قعدة الصلح دي مفروض يبقى فيها حد من الاهل يا دايما نقولك ايه حد من اهلها وحد من اهله حكم من اهل وحكم من اهلها هل مفروض يعني هل يبقى فيها اهل ولا الصح ان احنا انا وانت نقعد لوحدينا فيه ساعات بتخاف ستات طوع يعودوا لوحديهم عشان بتقولك لا هو بيغلبني في الكلام بيأكلني في الكلام لو كل ما اجي الكلام حاجة يقلب عليها الترابيز وطلعني غلطانا وبرضو في نفس الوقت لو اخ او اب او ام طب ما انا كرمتي برضو في حاجات مش هينفع اقولها مش هينفع مسلا اقولهم في لحظة غضب اداني بالقلم كده في مرة مسلا مرة ما حصلتش تاني وانه هي عدد ماينفعش اقولها مش هينفع مسلا اقولها صارها بيتعصب علي وبيزعقلي وبصلي بقرفه مش هينفع اقول حاجات كتير قدام اهلي مش هينفع اقول مسلا ما بصرفش علي فانا طلعه صغير فبرضو مش هقدر اقول كلام معي فالصح هو زي ما انت قلت كده احنا مفروض اه فعلا حكم من هنا وحكم من هنا ده جميل جدا وده كويس بس عن نقيهم يعني في الغالب في الغالب مش لازم يبقى الاب والام خيالي بقى يعني مش لازم يبقى الاب والام ممكن اخ اكبر او اخت اكبر بس بيحب الطرف التاني يعني ممكن اللي جاي مع الزوجة بيحب اصلا جوزة جدا عشان يحسسوا بالامان يعني انا مش جاي اشهد للطرف بتاعي او لاختي او لبنتي او وهكذا لكن يحسسوا بالامان ان انا جاي باشهد لطرفك والعكس نفس الكلام ليه لان احد كبير وحكيم شوي حتى لو كان صغير في السن بس المهم ان هو مر بخبرات معينة ويكون حكيم في قراراته ويكون حيادي ده المواصفات بتاعت الشخص ده وانا اشك ان المواصفات دي موجودة اصلا اليومين دول لا دي خلاص مش موجودة الدكتوري لا لا دي خلاص خلاص خلصت مش موجودة لا 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 نحن موديل قديم شوية اه ده موديل قديم خلاص ده خلاصت عدم ده نادرا جدا اه الاصح ايه بقى تخيالي زي ما قلنا لو انت كده متعود انتوا الاتنين مع بعضوا تفهم مش لازم حتى خلاص يعني مش لازم حد من الاهل او الجيران او الاصدقاء المشتركين او او لا بلاش اعلم انتوا الاتنين وتفهموا عتوصلوا برضو احسن بل بالعكس انتوا سرقوا عيفضل معاكم انتوا الاتنين طيب دكتور اديني كده نصايح اخيرة ايه الحاجات اللي انا لو شفتها من طليقي ده اللي انا جاي اقعد معا عشان ارجع وما رجعش ايه الحاجات اللي لو شفتها يلا كملي وارجعي وايه الحاجات اللي هو انصاحك تلفي وترجعي تاني وما ترجعيش تمام حسنتين ان هو خلاص رقم واحد ان هو اتعلم من الغلط اللي فات حتى لو انت الغلطان او هو الغلطان حسنتين ان هو ندمان على الفترة اللي فاتت الكبيرة اللي هيكت الجاب او الفجوة اللي هم كانوا زعلين بعض فيها وان هو فعلا متضايق من الفترة دي مش راجع عشان الولاد مش راجع عشان الشكل الاجتماعي مش راجع عشان منظر بقى ناس متجوز وخلاص حسيت ان هو بيعمل دول وان هو تعلم من غلظاته والدنيا كده تمام وبالإحساس بقى السنس بتاع المرأة الجميل يعني إحساسها الجميل حسيت ان هو راجع عشان عايزك انت كواحدة ست في حياته خلاص ارجع ما حسيتش الإحساس ده لا فكر شوان دكتور سامح أنا بشكرك جدا وان شاء الله لينا لسه لقاءات كتيرة يعني أصلا موضوع رجوع ده قصة كبيرة عايز حلقات وحلقات عايز حاجات كده اشكرك طبعا من سزق ماني ان شاء الله سيكون معنا في موضوعات تانية تنورنا بإذن الله ان شاء الله عايز اقول ان انا حاسة بكل ست بعثتلي وقالتلي مش عارفة والله يا ايمان ارجع ولا مرجعش ارجع له تاني واجرب تاني ولا مرجعش حاجات انا انا بقولك اول حاجة بتحبي بتحبي يعني حياتك بعد ما سبتيه مش عارفة تستمتع بأي حاجة في الحياة لشغل ولا ولا ولاد ولا اي حاجة خالص الحياة ملهاش طعم من غيره فكري تاني حاجة لو هو بيديك السعادة بتتحكي من قلبك وانتي معاه فكري ترجعي تالت حاجة بحس بالامان وان الدنيا كلها وانا قاعدة بتكلم معاه والله هو نايم جنبي حاسة ان انا مش محتاجة حد في الدنيا فكري ترجعي راجل معايا في تصرفاته راجل قادر يحميني ويحبني ويحافظ علي وما يخليش اي حد في الدنيا يدوس علي ارجعي شاريني بكل حاجة شاريني شاري احساسي ومشاعري وحس بغلطته فعلا وحس ان الست دي هو فعلا بيحبها وما يفعش يسيبها ارجعي اي حاجة تانية عشان بس الزكريات ولا يعني الزكريات دي فيها نعمة النسيان هننسى هننسى يعني مجرد بس الزكريات وابتح التليفون وابص على الشات اه دي بتوجع بس مش ده السبب الرئيسي ان انت ممكن ترجعي تاني لعلاقة كاملة عشان كان الحلو حلو كان الحلو حلو خلصت حلقتنا مشاهدينا وان شاء الله شوفكم الاسبوع الجاي على خير وإمام مختار ويحكى اشتركوا في القناة